مرحبا فيكم حبايب الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي على الجميع. طاطة كيف حتكون? حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها. شايف بإيدك اللي هو الحظ. الحظ فيه رح يكون بين ايديك او رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود. في رب تكون قراءة حلوة لانه معظم الابراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني. خلينا نشوف بشكل عام ازا لبرج الدلو ان شاء الله فطلع يا رب قراءة ايجابية. رح افتح اول شي بشكل عام بعدان شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة. احنا مفاتحين على قراءة عامة. الطرف الثالث ليش بيبين انا مش فهمة. مش فهمة ليش بنط عندي انا الطرف الثالث بظل بنط عندي. الحمد لله لحد الان الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين. يطلع قراءة من القراءات حلوة. حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضية. رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك اما في محكمة اما في جمعة اما في العمل. لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل. رح يكون معاك السلاح المناسب لانك تعمل هذا الاشي. لانك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح المهم انك رح تكافح في هذا الموضوع. ما رح يجيك على الجاهز ولكن رح تربحه. رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما احنا شايفين هون الشكل. فشايف انه في نتيجة هذا الشي رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير او اللي عندك في العمل او او او. لما يكتشف جدارتك او حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل اذا ما كان عندك دخل من الاول او انه ترقية اذا كان عندك شغل. فرح يكون نتيجة انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل. تشوف هون العلاقة الثلاثية. شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية. ولكن انت بنفس الوقت قادر انك تروض الحبيب. قادر انك تروض اي حدا يا برج الدلو. برج الدلو مقنع جدا. يعني بتقدر تروض اي شخص. فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية. بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بتهم. ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفة. بس هون بيطلع لي القوة بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة. فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث. ما عم تترك له الساحة يعني انه في انتصار عليه. ما عم تترك له الساحة. عم بتحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة. وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة. نهاية للطرف الثالث. مهما كانوا الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة. ممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية. ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص. يكون طرف الثالث فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال. هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي. هون شايفة نتيجة الاستشفاء. رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها. اه بكل اشكالها حسد سحر عين مبارس وهي بس اه بتعمل رقيات بتعمل استشفاء. اه في منكم بيروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها. عم بيكون اه مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع. اللي ذلك بشوف عندهم السبع تشاكرات اه انضاف يعني اه شخص لا يعني شخص اه عن جد عم بتشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة. برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت اه على حالك على قد ما السنة الجاي خلينا نقول اه او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير. فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها. نجي نأخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة. هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة. ممكن اساسا تكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي اه امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا. لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايما بعيدها ان القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية. فاكيد ما حتنطبئ على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في اسباب. هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها. ما في تسامح ما في اه في شايفة شوي روح الانتقام بالموضوع اه ما عم تنسوا. شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة. عم حابة تكون وحيد لانه. تعبت من كل شي. تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من اه كتير ازامات امور. حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالنجز. ورجد له. اه شايفيتك اكتر اشي هون. عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر. عم تعمل. عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة. ومش بس مظهرك. عم تحاول كمان تقعد مع حالك. تقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس. فعم تقعد مع حالك كتير. عم تتواصل مع روحك الداخلية. عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة. بشوفك هون حاصل على الخير. يعني المطر خير في الكرت. عم بشوف الحبيب. عم بيجهز حاله. بعدين جاي وهو مسلم. يعني رافع الراي البيضة وجاي لعندك. فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع. وما تكون قاسي. ما تكون خلينا نقول. طف معا تكون شوي اكتر. هون شايفي في شايفي في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية. يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا تعبتوا على قد ما حتلاقوا. في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق بيدل على انه في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون. في خير كتير جاي. ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة اه او بعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان. عم بتشك بالحبيب عم اه لكن هذا شكك مش في محله. شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكاملوا رح تقربوا كتير مع بعض. ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه. اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة. وشايفه هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك ثاني لحتى انه يرجع. اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا. فعم بيشوف حاله كتير هيك انه ملا هو مستحيل يرجع انه كذا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه. شايفه الناس المتزوجين ممكن يكون في عنهم السفر او هجره. عم دي فكروا فيها الهم فترة طويلة. وين تكملتها دقاهن. خلينا نشوف إذا فيه نصائح. لبرج الثلو. ممكن تكون مسج من الكون ممكن من الملائكة يعني بقول لك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين طول الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح للا في المواضيع فبيقول لك لأ انه هيك وهيك اه كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لأ عاطفيين كتير رومانسيين اه عندهم انوثة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب اه العاطفة او عيلتهم بيقول لك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بيقول لك لا استشير لي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية اه حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحا يعني حاليا عم بتكون شوية بعيد عن روحانيات بيقول لك زود هاي الروحانيات شاين الظاهر انو في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو لل هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش للعار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بيقول لك انو رح تمشي عديها حاول بتنسى. نشوف هاي الكروت ازا لبرش ادى له. برج الدلو بيقول لك اه في هادا الكرت انو الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانو بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هادا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة. بقول لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنو في بعديها شوي اه انزول في هادا الموضوع. ان شاء الله ما يكون في. بيحكي لك. اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف. مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقول لك. فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انو الاشياء الحلوة التير والاشياء اللي مش حلوة مع تفير. فحبايب برج الدلو بشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.